دونالد ترامب ليس اشعثا اغبر كما تبدو الصورة انما قد يكون فعل في السياسة ما يشبه صورته جوزيف روبينيت بايدن الاقل صفرة في البشرة والاقل كثافة للشعر بملامح هادئة بعض الشيء كلاهما من مواليد الاربعينات صفات خارجية قد تتقارب بين المتنافسين اليوم على سدة حكم الولايات المتحدة الامريكية العراق الذي ينتظر على صعيد شعبي وقت تدخلات دول جار في مصيره السياسي والامني والاقتصادي هو المتطلع ايضا على صعيد رسمي بالنأي عن صراعات المنطقة ودعمه لفرص البناء والاعمار في الحالتين سواء نجح دونالد ترامب الجمهوري او بايدن الا ان المنتظر لسياسة الشخصين في الشرق الاوسط او تحديدا في التعامل مع الند الاول ايران لن تتحرك كثيرا صوب انهاء زمن العقوبات لكنها بالتأكيد لن تكون كقسوة ترامب الاكثر عندا في التعامل مع طهران سبق ان قال ترامب كلمته الشهيرة ترامب فوريفر وقد لا يتحقق الفوز لكن ستبقى العقوبات على طهران للابد بمعايير متفاوتة بعض الشيء وهذه سياسة امريكية لم تتغير منذ زمن في الشرق الاوسط لم يكترث الرجل المفاجئ بقراراته العالم لحقوق الانسان فيما الديمقراطي المتحمس تعهد بمنع ايران من امتلاك السلاح النووي وعرض طريقا واضحا للعودة الى التفاوض وهنا قد تجد ايران متنفسا لها لكن بالتأكيد لن يكون على شكل طبق من الحلوى في العرف السياسي تتسم العلاقة بين العراق وامريكا بالصداقة الا ان دراسات قرأت بعض الميل لترامب يقول بعضهم يأتي هذا الميل للرجل الاصفر بعد قراراته الضاغط على طهران امام اطباق الحلوى التي ينتظرها العراقيون او احلامهم المؤجل المشروع بوطن حر تعاد له سيادته في نهاية الامر سواء فاز الجمهوري او الديمقراطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا